ورجعنا لكم مرة تانية ووصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا النهاردة استشارة طبية كتير مننا أو معظمنا منفضل صايدين نفسنا للأكل والعادات الصحية السيئة فنلاقي نفسنا وزننا زاد وإحنا مش حاسين وناخد شبالنا غير لما يحصل لنا مشكلة صحية أو نلاقي نفسنا مش لقيين مقاسنا في اللبس ونبدأ نتخض ونجري ونقض نسأل نخص إزاي طبعا عايزة خصة 20 كيلو في شهر ولا عايزة خصة 10 كيلو في أسبوع ضروري عشان عنده ونسبة كل ده هنقدر إن احنا إن شاء الله النهاردة بعده دكتورتنا اللي من ورانا دكتورة مايا عبداللاطيف هنقدر نلاقي له حلول اخصائية التغذية العلاجية وعلاجة سمنة من الفريق الطبي لشركة أون تارجت هنلاقي معايا حلول المشكلة دي علشان ما نتخدش أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا عملا إي الحمد لله الحمد لله عايزين نعرف منك هل الفقداني للوزن بشكل سريع ده ده حاجة صحة ولا غلط وليه مش أكيد هو حاجة مش صحية إن أنا أصلا جسمي الناس اللي عندها مثلا وزن زيادة أو سمنة طبعا بقالها السنين جدا كتير عمالة تكل بأكل مش صحي والعداد بتاعتها مش صحية فأنا خلاص أنا جسمي بتعود على اللايف ستايل اللي أنا بعملها أنا جسمي بقاله فترة طبعا متعود على الدهون الزيادة واعتبرها جزء منه حتى منه زي ما بيقولوا فأنا ما ينفعش في نفس الوقت أجي أعمل زي شوت كده صدمة الجسمي واحرم نفسي عشان يعني فاكرة أنا كده بخص بسرعة ده طبعا غلط لأن أنا كده هعمل حالة يعني الجسم مش هيبقى فيهم أنا بعمل إيه هيفقد طبعا فيتامينات هدخل في مشاكل صحية كتير جدا فإن أنا أخص بشكل يعني دهون كتير أوي أو مثلا ممكن كمان أخص عضلات يعني فيه ناس سهلة أوي أنا أفتح النيت أشوف أي نوع دايت ما أنا مش عارفة هو هل هو هينسب جسمي أو لأ وفي الآخر هخص بس أنا ممكن أنزل عضلات والعضلات دي طبعا هي دي أهم حاجة هي التكوين وبنيان الجسم بتاعي فلو أنا خصيت عضلات دي طبعا كرسة هتأدي أنها منعتي هتضعف هتأثر على شكلي على كل حاجة فالخصصان بسرعة قوي ده والكلوات الكتير قوي دي طبعا حاجة مش صحية خالص بالضبط معلومة أن الجسم أسكى مننا أول لما بيلاقينا بنحرم نفسنا بشكل مفاجئ من كل الدهون وكل النشويات بيعمل إيه؟ بيخزن الدهون أكيد وبيدخل في حالة عند معي لو أنا عملت له صدمة أن أنا حرامته لأنه هو متعود أن أنا كل شوية بدخله أكل سواء بقى صحي أو مش صحي فهو كل شوية بياخد الأكل ده يحرقه يديني طاقة ياخد شوية من الأكل يتخزنه في الخلايا الدهونية على شكل الدهون فلما أنا لقي نفسي أن أنا حرامت الجسم بقى هو خلاص هو حاس أن دلوقتي فيه حالة اسمها احنا بنسميها ستور فيشن يعني مجاعة فبيبدأ حالة المجاعة دي أن الجسم يدخل في حالة اسمها الأدوبتيشن أنه هو يبدأ يعند معي وممكن كمان ما يخسش دهون يعني أنا بحرم نفسي وفاكرة أن أنا كده هخس بس ده مش صح لأن الجسم كده أنا دخلت معاه في حالة عند لأنه هو محتاج الأكل محتاج الغزاء عشان يديني طاقة وكمان يدي الجسم كل الفيتامينز وكل الحاجات اللي هو محتاجها طيب يخزن أكيد أه مبقى مش مظبوطين إيه الأضرار اللي ممكن تحصل لشخص لما يتبع بقى الدايت القاسي ده اللي هو أنا يا جماعة حيث دخلت عشرة طيلة في أسبوع مش عارف أي ومزنوق بس عندي فرح هو أولا نحن على فكرة نحن ممكن نخس في وقت قياسي بس لو أنا أول حاجة اتجهت لدكتور تغذية حد كويس اتجهت لدكتور يكون فيهم أهم حاجة أن أنا أفهم جسم البيشنت اللي قدامي هو محتاج إيه الفيتامينات اللي نقصه عشان أقدر أعوضه عشان لما يجي خس ما ندخلش في حالة أنيميا أو مثلا نقص مناعة حاجات كتير قوي فأنا ممكن أخس الكلوات المثلا الكتير في وقت قياسي بس لو أنا اتجهت صح لو مثلا يجي لنا طبعا عندنا في شركة On Target Farmo إحنا هنعرف نوجيهم عندنا كورشات كتير بتساعد الناس اللي بيبقى عندها حالة سمنة أو يعني زيادة في الوزن وما بتقدرش تعمل كنترول على الشهية بتاعتها هي طول الوقت عايزة تقعد تاكل مش قادرة يعني حتى في ناس كتير قوي تبقى أصلا مش جعينة بس هي عايزة تاكل من باب البيت سلو الفراغ اللي الزهق ففي عندنا الكورشات هي بتديهم إحساس الشبع اللي هو خلاص أنا مش عايز أكل فساعتها إحنا بنساعدهم بالكورشات دي مع النظام الغذاء إحنا بنتابع معهم متابعة مجانية طول فترة الكورش عشان نقدر نتحكم في الشهية ونعرف إيه المشاكل اللي هي بتواجههم وبتقدي لحالة السمنة ساعت احنا هنخس وهنخس بشكل صحي لإن أنا عرفت أنا رايحة فين مروحش مثلا عن النت أفتح أي نوع نظام غذائي وأعمل دايت من نفس لإنه ده أكيد ده غلط أنا مش فاهمة جسمي محتاج فيتامينات إيه إيه الأكل المفيد اللي هو محتاجه الثقافة الهلسي لايف ستايل دي مش عندي فأنا لازم أروح عند حد فاهم عشان نقدر نديهم ثقافة جديدة إن إحنا إزاي ناكل كل اللي إحنا عايزينه بس طبعا بطرق صحية في مواعيد معينة بكميات برضو معينة عشان أبدأ أساسة من جسمي إزاي بقى يبدأ يكل صحي وإزاي خليه أجبر أنا بقى اللي بجبر جسمي نوعه يبدأ يحرق من الدهون اللي متخزنة جوا باب الظبط كده إنتي عندك مشكلتين في الخصصة الناس بيتبقى عندها شهية مفتوحة فعايزة تاكل طول الوقت وناس حرقها أصلا مش حال ضعيف إنتي بتحلي مشكلة التغذية من إنتي الكورس ده بيخلي الناس تحس بالشبع طيب مشكلة الحرق ده نحلها إزاي أوه تمام إحنا أول حاجة حاجة قلتي فعني هما دول أهم مشكلتين أول حاجة إن الناس مش عارفة تسيطر على شهيتها وكمان في ناس بقى بتتحاجج معها دخول الشتة إحنا هنبدأ بقى ناكل كتير وعادي يعني هو الشتة بيخلينا ناكل لأ الشتة فرصة هيلة جدا إن يخليني أخص أسرة لأن هو هيبدأ يحرق من الدهون اللي متخزينه جوا بس أنا لازم أساعد جسمي بحاجة بعمل مساعد من بره عشان يسد الشهية دي فعندنا كورس الأناسيليم الأناسيليم ده عبارة عن إيه يعني بره بتبقى كياس كده ساشة باودر بتتحط على نص كباية مية باخدها قبل الأكل بتاعتي الوجبة بنص ساعة لساعة فكرة إيه الأناسيليم يعني إيه الأناسيليم أو إزاي هيخليني أحس بأن أنا أبقى شبعينها هو إحنا بنسميه البديل الأقمن والطبيعي لعملية بلون المعدة يعني إيه يعني أول ما باخده دي عبارة عن ألياف طبيعية أول ما بتنزل المعدة بتبدأ تنفش بتعمل بولكينج في المعدة وبتبدأ تتمدد يعني عشان تشغل أكبر حيز من المعدة كل ما هتشغل حيز كبير من معدتي أنا ساعتها حس بشبع أكتر بالضبط وكمان لازم بعدها أشرب كبايتين مية لأن الألياف بتحب المية جدا فكل ما هاشرب مية كل ما هتتمدد وتنفش في المعدة أكتر فهتديني إحساس قوي جدا بالشبع يعني ممكن نقول من 8 ل 10 ساعات على مدار اليوم هحس إن أنا شبعين فساعتها إحنا كده حلينا مشكلة للناس اللي عندها شراه لإنه خلاص هو بقى حيسس الجسم إنه هو شبعين هنبدأ إحنا طبعا يعني ده الدورنا بقى كفريق طب شركة On Target Farma إن إحنا بنبدأ نتدخل معهم بالنظام الغذائي الصحي ده يبدأ نزبط أكلهم العداد بتاعتهم الموعيد الكميات كل الحاجات دي مع الكورس إحنا كده عرفنا إن إحنا نتحكم في الشهية وكالنا اللي إحنا عايزينه بس بشكل صحي إحنا كده حلينا مشكلة الشهية في حاجة تانية مثلا برضو أنت لسه إليه حور الناس اللي عندها حر بطيء أو فيه ممكن واحد بيعمل دايت ويبدأ يحس إن أنا خلاص حصل عندي ثبات في الوزن مهما خسيت ومهما حرمت جسمي أنا ما بقيتش خس برضو عندنا كورس الأناسيليم في السلاك السلاك ده هايل جدا للحالات اللي عندها ثبات وزن أو ما بتحرقش بسرعة أو الناس فيه ناس مثلا عندها مشكلة في الغدة الدرقية الغدة الخمول طبعا بيقدي إن الوزن بيبقى زايد هرمونات الحرق طبعا بتبقى متوقفة تماما فساعتها السلاك في الكورنتين دي من أهم المواد وأقوى المواد اللي بترفع عندي هرمونات الحرق وبتزود الحرق جدا في الجسم وطبعا الكفاين طبعا لغنا عنه كلنا بنبقى عايزين كفاين أول ما بنبدأ نعمل دايت بنبقى يحتاجينه في جسمنا عشان ده بورده حاجة من الحاجات اللي بتزود الحرق فس ليك ده إحنا بنعتبره يعني الحاجة اللي بتدي بوش كده أو دفع للجسم إن إحنا ننشطه تاني نعمله عملية تنشيط إنه يصحى ويبدأ تاني يحرق من الدهون الموجودة عشان نقدر نطلع من حالة السباب أو حالة عدم حرق الدهون دي عايزة أليك بقى على حاجة فيه ناس بيبقى عندها سمنة في منطقة البطن تحديدا يعني يبقوا ردين عن جسمهم كله والبطن هي زايدة شوية أكتر من جسم يمكن دي جيناتكس كمان بتاعتنا كمصريين هل الكويس ده يقدر يفيدهم في القصة دي؟ أكيد طبعا لإن إحنا عندنا كذا حاجة أول حاجة هنبقى مثلا للناس اللي عندها بتبقى الدهون متراكمة أكتر في البطن والأرداف عندنا ساعتها الأناسيليم لإن زي ما قلنا هي عبارة عن ألياف بتحسسنا بالشبع غير كده إن فيها مادة اسمها البرومالين المادة تي بتزود حرق الدهون في الجسم جدا فأي مكان أي مثلا يعني الدهون متراكمة في حتة إحنا برضو وظيفتنا إن إحنا بنعمل زي ري شابينج للجسم بنخلي الناس يبقوا حابين جسمهم بعد ما بيخسوا وطبعا لازم نحافظ على الجسم اللي ما يحصلش فيه ترهولات ويبقى الجسم مفروض كده ومجدود فالأناسيليم هيساعدنا طبعا جدا عندنا برضو السلاك دي برضو هتبقى هيلة قوي إن هي بتزود الحرق بالزيد في الأماكن إحنا بنسمعها الأماكن تراكم الدهون اللي هي الدهون العنيدة اللي ما بتخسش بسرعة أو مثلا بنيجي في الآخر الآخر 5-6 كيلو دول بيبقوا يعني صعبين شوية صعبين مركزين في حتة معينة فساعات إحنا لازم ندي حاجة مكسفة السلاك مع الأناسيليم وكمان ممكن ندي كابسولات الأناسيليم الكابسولات دي طبعا كلها مواد حارقة بتزود الحرق فإحنا كده بنشتغل أكتر على الدهون اللي موجودة في أماكن ما بتبقاش عجبانة قوي في شكلنا إن إحنا عايزين نعمل ريش هيبنج نخلي شكل جسمنا متناصق ما فيش دهون في حتة وحتة لأ فطبعا الكورس هيفيدهم يعني بس على حسب بقى الكورس المكسف في الكورس العادي إحنا بنبدأ يعني نرشح لكل حالة إيه نوع الكورس اللي هينفع معيهم دكتور الناس ستتواصل معاكم من خلال السوشيال ميديا الفيجز بتاعتكم بتقول لكم على المشاكل وإنتوا بتحددوا بقى إيه المشكلة إيه الكورس المناسب هننزل لهو المنتج عندنا وصفحات التواصل هم يقدروا يتواصلوا معنا عن طريق الأرقام واتساب أو مكالمات آه كلها نازلة قدامنا على الشاشة تمام آه والأوفيشيال بيجز بتاعتنا على الفيسبوك أون تارجت فارما والأوفيشيال بيجز بتاعتنا على الفيسبوك وأون تارجت فارما على الإنستجرام بيبدأوا يبعتولنا وإحنا فيه زي استمارة أونلاين بتبقى عبارة عن أسئلة كتير كده عشان ناخد الميديكال هستري بتاعت الناس عايزين نعرف طبعا الوزن السن الطول هل في مشاكل صحية هل هم عمل بايت بنطلب تحليل بنطلب حاجات على حسب بقى يعني الأسئلة الأول إحنا بنعرف ناخد كده جنرال إنفو كده عنهم وبعدين نبدأ أنه مثلا لو فيه مشكلة في الحرق أكيد طبعا فيه تحليل هتبقى محتاجين نطلبها مثلا تحليل قد عايزة عليك على حاجة أنت لسا بتقولي أنه فيه من ضمن الكولس كابسولات بتساعد على الحرق وممكن إحنا دائما بنسمع عن حالات وفاية بسبب أدوية الحرق أو الدايت لأنها بتزود ضربة القلب بشكل معين عايزة كي برضو تشرح الناس أكتر عن الكابسولات دي مكوناتها أمينة 100% بتزود الحرق إزاي؟ يعني إيه المكانيزم بتاعتها اللي بتزود الحرق؟ تمام حلو سؤال حلو قوي لأن فعلا طبعا الكابسولات ديت يعني شوفنا أنها منتشرة جدا على النت وفعلا زي ما أنت قلت فيه حالات كتير قوية يعني بتقديل مشاكل مرضية كتير إحنا عندنا كل أنواع الكورس اللي عندنا هو الكورس الأنسليم مش برو داكت واحد زي ما إحنا لسا قلنا بقى فيه كابسولات والسلاك كذا حاجة هنتكلم عن الكابسولات إحنا هدفنا إن إحنا عايزين نخطب كأننا كل الفئات العمرية الأطفال لو سيدة في فترة الرضاعة أو في فترة الولادة أصحاب الأمراض المزمنة عايزين الكورسات بتاعتنا تنفعهم كلهم ما نجيش نقول ده مش هينفع أو ده هينفع فالكابسولات عبارة عن كلها أعشاب كلها بتزود الحرق أعشاب طبيعية ما فيهاش أي كيميكالز الكابسولات التانية اللي إحنا اللي إنتي لسا قايلة عليها عن نت دي بتبقى فيها معوات كيميائية بتشتغل عن مخ طبعا ده ضرر وده غلط كبير جدا إحنا كل الحاجات اللي عندنا إن هي بتشتغل على الدهون الموجودة في الجسم زي مثلا فيها مادة اسمها جورسينيا كامبوديا المادة دي أعشاب طبيعية بتكل وظيفتها إن هي بتقلل الشراها ناحية النشويات والحلويات فيه ناس كتير عندنا مشاقية يعني المشكلة دي بحب أكل مكارونا كتير روز حلويات يعني هي بتسد الشهية بتسد وبتحرق الدهون اتنين فمثلا لو حد عايز مسلا سيأكل روز مكارونا بشاميل لأي حاجة من الحاجات الحلوة دي هنديله الكابسولات الكابسولات دي هتقلل الشراها يعني مسلا بدلا ما كان بياكل قطعة كبيرة أو قطعتين هيبدأ يأكل قطعة أو نص أو أقل كمان فإحنا وظيفتنا إن إحنا مش عايزين نخلي الناس تحيس إن هي محرومة أو إن هي شايفة صفرة جميلة فيه أكل كتير فأنا مش عايزة أكل لأ هو هيكل كل الأكل اللي كل الناس بياكلوه بس إحنا بنلعب على الكميات وكمان المادة دي برضو فيها مواد كتير بتزود الحرق في الجسم زي فيها مادة برضو مستخلص الجريب فروت طبعا دي بتسد الشهية برضو وبتزود الحرق جدا فيها التوت مثلا فيها مواد كتير جدا كلها أعشاب كلها أعشاب طبيعية فيها برضو الكارنتين الكارنتين ده ممكن الناس تفتكر إن دي مادة كيميائية بس لأ الكارنتين ده المسؤول إن هو بيزود الحرق وأنا أصلا الجسمي هو اللي بيفرز أصلا الكارنتين يعني ده بيساعد بس علشان نسبتها بتبقى زيادة أو بالضبط فأنا كده كده أنا بدي حاجات كلها طبيعية الجسم لو أنا مريض قلب فيش مشكلة أن أنا أخد الكورس ده ما فيش لأ طبعا مشكلة خالص مثلا إحنا عندنا بنقسم مثلا خلينا نقسم برضو الفئات عندنا أول حاجة الكورس العادي ده هندلهم مثلا اللي هما للأطفال ولو سيدة بتردع مثلا أو الأصحاب الأمراض المزنينة زي مثلا الضغط والسكر هنبدأ نتعامل معاهم أو إيه الكورس اللي احنا هنرشح لهم هندلهم ألياف الأناسليم عشان دي طبيعية وأمينة على الأطفال طبعا من سن 3 سنين بتزود الحر بتحسس الشبع وهندلهم برضو كمان في الكورس سكر سسل سكر سسل ده طبعا آمن حتى لو حد عنده سكر أصلا احنا بنديله سكر سسل لأن فيه مادة اسمها سكرالوز المادة ديت ما بترفعش نسبة السكر في الدم وأمينة جدا ومالهاش سعرات حرارية يعني تقريبا الكيس بيعادل مع لقتين فإحنا لو خدناه طعمه حلو نفس طعم السكر الأبيض بس طبعا بعيدا عن أضرار السكر الأبيض تماما فدي مادة يعني سكر آمن جدا إن كل الناس تقدروا تستخدمه وممكن برضو نحط لهم مثلا الجرين كوفي عندنا بطعم المكة والبندق ده برضو بيزود عندي الحر بيزود عندي كمان إحساس الشبع ده الكورس مثلا العادي فيه مثلا الناس الفئة التانية مثلا اللي عندها خمول في الغدة طبعا ما بتحرقش أو مثلا حصل عندها سبات في الوزن ما بدأت خلاص أنا مثلا عملت دايت ووصلت عند مرحلة خلاص أنا مهما عملت وزني ما بتحرقش ساعتها بنتدخل معاهم بالكورس المكسف هنحط السلاك عشان السلاك كله حاجات بتزود الحر بترجع تنشط هرمونات الحر اللي هي T3 و T4 عندي في الجسم عشان نبدأ نحرق من الدهون المتخزنة وكمان أمنع الجسم أنه هو يبدأ يحوش دهون من بره يعني مهما أكل ما خليش جسمي ياخد الأكل دا ويحوشه دهون لا هيحرقه كمان وبرضو هنحط لهم السكر السسل ممكن برضو نحط لهم الكابسولات عشان نزود عندنا الحر فدي كذا فئة عندنا طيب دلوقتي أنا واحدة وزني زيد وعايزة بتدي معاك كورس هاخد قد إيه وقت علشان أحس فعلا بنتيجة من الكورس مع الدايت اللي انت هتتجمينه تمام هو أول حاجة إحساس الشبع اللي احنا بنتكلم عنه ده حيث أول ما هتشرب الكوبية انت هتاخدي النتيجة فورا تبدو نفسنا ليه بك احساس عشان نقل لا مش بنصدق يعني احنا بنقف بنقلل الشهية فيه ناس فعلا ما بتعرف تعمل عندهم وفيه ناس بتاخد أدوية زي الإنسولين وأدوية مثلا الأنتي كانسر فبتبقى غصبا عنهم شهيتهم بتبقى عالية جدا فبيبقوا عايزين ان احنا بس نقلل الكميات احنا عندنا مش هنحرم حد هنكون اللي احنا عايزينه بس بكميات قليلة فان انا اقدر ان احساسك بالشبع ده انت مجرد ما هتشرب الكوبية لانا سليم هتحس ان انت شبعينة بس نبدأ بقى ننزل دهون او ان احنا تحسي بقى الشكل مثلا من اسبوع لعشر تيام هتبدأي تحسي تغيير في المقاسات في شكل جسمك من اسبوع لعشر تيام او تمام وبرضو على حسب نسبة الدهون على حسب برضو الحالات الصحية يعني لو حد عنده مشكلة في الحر يعني كل حالة لها الفترة او بس مثلا احنا بنقول في الاسبوع اعتقد ان ده وزن يعني مش مضر صحيا يعني لا طبعا او احنا احنا نحافظ على صحة البشنز بتاعنا لان كمان الكورسات بتاعتنا فيها فيتامينز كتير فيها زي فيتامين سي ده مهم طبعا جدا عشان المناعة وكمان عشان بيزود الكولاجين اللي في الوش عشان يديني البشرة لما في ناس تخص مثلا تقولك انت خصيك او ان شاكلك تعبان فالكلمة دي بتضايق ففايتامين سي طبعا بيزود نظارة البشرة بيديك لها الجلوي دوت في البشرة فطبعا الكورسات بتاعتنا كلها مزودة بفيتامينات ومعادن الكورس يعني الجسم بيبقى محتاجها فلما بنخص بنخص بشكل صحي والاهم ان احنا نحافظ على صحة الناس لان لما احنا تبقى صحتنا الداخلية كويسة ده طبعا هينعكس على شكلنا منبرو فيها كاليت انت بتقولي انه ممكن تاكل اي حاجة مع الكورس ده بس مفيش ولا اكلة لأ هتنصح الناس نعم تاكل هايش بوسي انا مش عايز اصدمك وقولك ان احنا في الدايت لان بتاعنا بنحط ممكن محشي مكننا بشامل افكرا محشي عيني اصلا محشي خضار ورز مهو الرز الكرسة في الرز التسبيكة مثلا في حاجة يرفعنا لا بنخليهم طبعا عملت المحشي بلحمة وفرومة مغير الرز اه هيبقى حلو برد بس الكمية بقى احنا هنلعب في الكمية وان ما يبقاش بقى فيه زيوت كتير التسبيكة تبقى خفيفة طبعا عايز اسألك صحة عن زيت الزتون هل فعلا فيه فرق بين زيت الزتون وزيت الدرة طبعا ده فرق السماء بالارض طبعا الزيوت النباتية او الصناعية دي زيوت المهدرجة دي طبعا كلنا احنا لازم نلغيها من حياتنا تماما ان دي كلها مشاكل وبتأثر على صحتنا ويعني لقد درها ممكن برضو تأدي الكنسر بتأدي الى مصايب كتير فلو احنا عايزين مثلا نعمل اكل صحي نطبخ بايه ممكن زبدة مثلا سمنا بلدي ايه ده حتى زيت الزتون زيت الزتون بس الاحسن زيت الزتون ان انا اخده بارد اكله بارد احطه على السلطة معرضوش على النار لان فيه يعني ابحاث بتقول لو تعرض على النار بيتأكسد مع النار وبيتحول لمادة لقدر الله مصرطنة فالاحسن الزيت الزتون احطه على السلطة وانا جسمي على فكرة محتاج زيت الزتون جدا لان دي احنا بنعتبرها من دهون الصحية فانا جسمي عشان اخس انا محتاجة ادخله نسبة دهون عشان كي اقولك احنا الدايت بتاعنا هتلاقي بقى محشي كشري بنحط حمام مكرنا بشامل بس احنا طبعا لازم يعمل دايت طبعا لازم هتتبست احنا اه ممكن زيت جوز الهند اه من البداية للصحية طبعا عندنا الدهون الصحية ممكن مكسرات صفار البيض السلمون التونة الجبنة البارميزان الحاجات دي كلها دهون صحية احنا محتاجين ندخلها في النظام ممكن نمطرينها مش صحية طيب وقت طيما قلتين طيما يخص الفطار دايما بتناقش فيها ايه لا الفطار مش صحي ايه لازم تقوم يتتأخري شوية في الفطار وتشرب يمشاريب زي السيامو المتقطع ايه ولا لا الاقوم لازم افطر عشان الحرقي يشتغل بصي هو مش لازم هو انا حرقي بيشتغل امتى مع اول لقمة انا باكلها اول ما باكل يعني بعد اه اكل يعني اول لما قوم لازم افطر بصي هو مش لازم اول ما اصحى اكل انا ممكن اعود شوية مثلا انا مش لو انا مش جعينها انا بلاش اكل انا مش عايزة اعود جسمي ان انا بعماله دخله اكل عماله على بطول ولو انا جعينه على طول لو انت جعينه على طول كورس السليم ايه طبعا بس احنا طبعا كلش الانسليم بيبقى ده في الروتين بتاعنا بنبدأ بكوبات الانسليم وبنبدأ يعني نستنى نصف ساعة ساعة عشان نحس بالشبع وبعد كده اكل بس انا جسمي بيعتمد يبدأ يحرق على اول اكله او اول لقمة انا باكله يعني اوزا لو انا بدأت بقهوة طبعا انا كده بوز الحرق لان مش كويس ان انا ابدأ بقهوة ممكن ابدأ ببروتين لازم اي وجبة بتاعتي ابدأ ببروتين عشان ازود الحرق فيها وما بدأش اكيد مثلا بعيش او بحاجات مسكرة لان انا كده ببوز الحرق فان انا في وجبة الفطور او ان انا الغيها هو انا اكيد ما ينفعش الغي وجبة او اعمل سكيب لأي وجبة لان الوجبة دي طول ما هي كلها عناصر غذائية صحية فانا جسمي محتاجها هي الفكرة انا هبدأ الوجبة بتاعتي باي لازم ابدأ بسلطة ابدأ ببروتين حاجات تزود عندي تعالي الحرق وتحسسني بالشبع ما بدأش بسكريات او نشويات ابدا نصيحة كده تقوليها للمشاهدين يعملوها علشان يخصوا بشكل امن اهم حاجة ان احنا مش عايزين فكرة الدايت احنا مش عايزين كلمة الدايت انا عايزة اقول ان ده لايف ستايل انا همشي عليه طول حياتي فانا بعمل ببعد عن حياتي كل البداية الغلط وبشوف البداية الصحية لها وهبدأ اكل كل اللي انا عايزة ولازم كمان اعود جسمي على اوقات للأكل والكميات يعني ارقام خلينا برضو مفكروا من الارقام موجودة على الشاشة وكمان تقدروا ان انتو تتواصلوا مع الدكاترا على صفحات سوشال ميديا هتلاقوها دلوقتي موجودة على الشاشة كمالي يا دكتور كمالي يا دكتور عشان اكسايت انت اول واحدة هتاخد الكورس لا ايا مش محتاجة خالص يعني بس لوها في فترة التسبيت فيه ناس مثلا بتبقى خلاص وصلت الشيب بتاعها بس عايزة تبدأ تسبت فنبدأ برضو من رشحلها الكورس العادي عشان خلاص جسمها يتعود على الشيب الجديد ده احنا بنشكرت جدا يا دكتور نورتين ودايما معينا فقرة طبية نساعد بها الناس وان شاء الله الجمهور المشاهدين يقدروا يتواصلوا معاكم من خلال الصور اللي عندنا على الشاشة عندنا الانستجرام والفيسبوك وكل صفحاتهم تقدروا تتواصلوا بنشكرت جدا وخلصت فقراتنا النهاردة ويستنونا ان شاء الله في حلقة جديدة وفقرات جديدة من الحبيب اشتركوا في القناة